أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 25 من أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من السبت الثلاثين من أبريل حتى الخميس الخامس من مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال وعيد الفترة المباركة